بحث البرلمان العربي في جلسته العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين يأتي ذلك في إطار متابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا ولبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال في هذا التقرير العديد من الفقرات والبنود التي تم التداول بشأنها وعمل كل أعضاء البرلمان جاهدين لتجويد محتوى هذا القرار والبنود الداخلة فيه وتوصلنا إلى تفاهمات عديدة لتقديم مشروع قرار يليق بحرصنا واهتمامنا بالقضية الفلسطينية ويؤكد على دور البرلمان العربي في خدمة الدول العربية والشعوب العربية كافة مثل ما تعرف اليوم أن جميع اللجان عرضت تقاريرها في جلسة البرلمان العربي ومنها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تطرقت لكثير من القضايا منها قضية الابتزاز الكتروني منها قضية دعم الطفل على المستوى العربي نقاش حيوي وجميل وملفت ويؤدي بشكل أو باخر إلى دينامية مختلفة في عمل البرلمان العربي لأني من المؤمنين أن الاختلاف يولد التطور بيد أن فلسطين هي في وجدان أبناء الأمة العربية وفي وجدان أبناء الأمة العربية جميعا ويمحط اهتمام كل رؤساء وملوك وأمراء العالم العربي ناقشت اللجنة الحالة الاقتصادية للدول العربية لعام 2021 بما يمهد لبناء خارطة طريق الارتقاء للحالة الاقتصادية في الوطن العربي